اشتركوا في القناة الحمد لله كله تمام؟ تمام الحمد لله الأول أنا بقولك كل سنوات طيبة وانت طيبة وللشعب المصري كله بخير إن شاء الله هو طيب والأمة الإسلامية كلها بمناسبة النص من شعبين طبعا كلنا عارفين أنه بكرة إن شاء الله بإذن الرحمن نص شعبين هندي نابزة كده بسيطة على نص شعبين أنه نص شعبين اتحولت فيه قبلة ده الحدث المهم اللي حصل فيه اتحولت القبلة من المسجد الأقصى لمكة المكرمة اللي هي الكعبة طبعا كلنا عارفين أن رسول عليه الصلاة والسلام كان استمر يصلي حوالي 16 أو 17 شهر في اتجاه المسجد الأقصى وبعد كده كان بيتمنى أنه يصلي في اتجاه الكعبة لأن ده كان محبب ليه لأن اتجاه سيدنا إبراهيم عليه السلام ودعا ربنا كتير جدا أنه هو يصلي في اتجاه الكعبة وربنا لما عارف ده طبعا عشان ربنا وعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحقق له رغباته وكان بيحب دايما يراضيه فمن كتر الدعا ربنا سبحانه وتعالى حول هالو لاتجاه الكعبة طبعا كلنا عارفين أن تحويل القبلة كان في السنة التانية للهجرة وطبعا برضو عارفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أحب الشهور ليه هو شهر شعبان لأنه كان ما بين رجب وبين رمضان فكان بيحب دايما يصوم فيه ويكسر الصلاة فيه ويكسر الصيام فكل كان بيسأله بيقوله ليه شهر شعبان بالذات قاله لأنه فيه بيرفع فيه الأعمال وأنا أحب دايما أن الأعمال بتاعتي ترفع وأنا صايم طبعا إحنا عارفين أن أحلى حاجة حصلت في شهر شعبان زي ما قالت أنه هو تحويل القبلة وطبعا سبحان الله تعالى ذكر كده في آية معينة في سورة الإسراء لما كان بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك كبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطر طبعا الدعوة دي كانت رسول عليه الصلاة والسلام بيصلي ليه النهار عشان ربنا يستجاب له أنه كان محبب ليه أنه هو يصلي جهة الكعبة فطبعا اليهود ساعتها كانوا فرحانين جدا أنه هو رسول أخذ كبلة بيت المجدس وفضل يصلي فيها الوقت ده كله لكن الرسول عليه الصلاة والسلام فأثناء دعائه أثناء صلاته وهو بيصلي ربنا أمر أنهما يتحولوا في لحظة الجهة الكعبة وسبحان الله كان ده طبعا حاجة يفرحت رسول جدا أن الله سبحانه وتعالى استجاب له لكن طبعا اليهود كنت عايزة أقولك عشان برضو في ناس ما تعرفش أن أول صلاة تم التحويل فيها القبلة كانت صلاة العصر كان رسول عليه الصلاة والسلام كان بيصلي العصر وكان أحد الصحابة اللي كان بيصلي مع رسول عليه الصلاة والسلام راح قال للناس تانية قال لهم احنا صلينا وراء رسول عليه الصلاة والسلام صلاة العصر وكانت القبلة نحية الكعبة والناس من ساعتها احتزت به وبدأت تصلي في اتجاه الكعبة بالظبط كده لكن اليهود لما القبلة تحولت طبعا تضايقه جدا لأنهما فكين أنه هو وصول يبدو يصلي جهة بيت المجدس على طول وده طبعا بيعزز موقفهم وبيخلوا موقفهم أقوى لكن سبحان الله وتعالى ده على رغم أنه مذكور عندهم في الطراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء طبعا ده أخفوه وتانية حاجة أن ربنا أداهم فرصة تانية عشان يظهروا ويعترفوا بأن الرسول هو نبي أنها تحويل القبلة كانت برضو مذكورة عندهم في الطراء لكن طبعا أخفو ده كله عشان ما يحسوش أن كل مهال الناس هتختار الرسول وهتختار الدين الإسلامي ده هيقلل من موقفه طب إيه الحكمة بقى من تحويل القبلة قلت لست أسألك أقولك إيه الحكمة إيه الحكمة طبعا أكيد كل حاجة ربنا كان بيعملها وما زال بيعملها أكيد لها حكمة حتى لو إحنا في يوم من الأيام حصلت حاجة وسألنا إيه الحكمة منها وما وصلناش لحل فأكيد ده بعد طبعا ده ربنا ليه حكمة في كده طبعا الحكمة من تحويل القبلة بالنسبة للمسلمين إن ربنا بيبين مين اللي على دين الحق ومين اللي مستبت على دين الإسلام ومين اللي بيعبد ربنا ورسوله على حفة أما بالنسبة للحكمة لليهود إن رسول عليه الصلاة والسلام طبعا كان بالنسبة لهم حاجة كبيرة بس هم ما كانواش بيعترفوا بكده لكن هم تدايقوا إن هم الكبلة اتحولت من البيت المقدس للكعبة طيب عشان كده إحنا بنقول صهر شعبان من أهم السهور أهم الشهور في الصلاة والسيام وبالذات بعد مما ربنا ابتلانا بالابتلاء الكبير ده وإن شاء الله هيرفعه عننا فلازم نزيد من الصلاة ونزيد من الصيام لأنه شهر مبارك وإن شاء الله يجعلنا رمضان نكون بإذن الرحمن في أحسن حال ويرفع عننا الغمة بإذن الله صحي كده إن شاء الله أكيد طبعا فعشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيزيد في الصلاة والسيام في شهر شعبان طيب إحنا بقى مفروض إحنا دلوقتي تكلمنا نبذة مختصرة عن شهر شعبان عايزين نتكلم بقى في خير الأمور الوسطية ده موضوع الحلقة النهاردة خير الأمور الوسط الوسط ده عبارة عن كلمة الدين الإسلامي والدين المسيحي كان دايما بيحسنا إن إحنا نبقى وسط يعني اللي اعتدال فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أوسطهم يعني خيرهم طيب بصي إحنا نطلع فصل دلوقتي تمام فصل ونوصل إن شاء الله موسيقى موسيقى